ضمن جهودها في تنفيذ مرحلة التعافي ويعادة التأهيل من عملية الفارس الشهم الثنان التي جاءت بتوجهات القيادة الرشيدة لإغاثة المتضررين من الزلزال الأخيرة في سوريا وصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال وفدها الموجود هناك توزيع المساعدات الغذائية والطرود العينية في مناطق متفرقة من محافظة اللاذقية يذكر أن عدد الطائرات المحملة بالمساعدات إلى سوريا وصلت إلى 145 طائرة تحمل على متنها ما يزيد على 4647 طن توزعت بينها مواد غذائية ومساعدات طبية عاجلة تستفيد منها آلاف الأسر السورية المتضررة